النهاردة عم على الوسط الفني حالة حزن جديدة بفقدان ثلاثة من أهم رموز تاريخ الفن أولهم كان الموسيقار المصري الكبير سعيد البنة وتم إعلان خبر وفاة الموسيقار سعيد البنة صباح اليوم عن عمر يناهي 87 سنة سعيد البنة هو موسيقار وملحن وعازف مصري كبير في فترة الستينيات ساهم في أعمال إذاعية كتير مع كبار النجوم وقدم الموسيقى التصويرية لأعمال درامية شهيرة زي مسلسل قصد خير ومسلسل الوريس ثاني حد هو الفنان المصري القدير عزة العليلي اللي توفي عن عمر يناهي 86 سنة عزة العليلي توفي صباح اليوم وتم دفن الجسمان بعد صلاة العصر واللي أعلن خبر وفاته هو ابنه الدكتور محمود العليلي لما نشر بوست على حسابه على الفيسبوك وكتب توفي صباح اليوم والدي الفنان عزة العليلي توقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروى بجوار مستشفى دريملاند وبدأ نجوم الوسط الفني ينشروا نعي على حسابتهم على السوشال ميديا للفنان الراحل ومن ضمنهم الفنان محمد محمود عبد العزيز اللي كتب تشرفت بالتعامل مع حضرتك عن قرب ومعرفة حضرتك بشكل شخصي وتشرفت أن في يوم من الأيام دار بنا أحاديث كتيرة عن الحياة واشتغلنا مع بعض وساعدت باكتسابي خبرات حياتية وعملية مع حضرتك بشكل مباشر واستفدت من نصايح حضرتك كتير جدا على المستوى الإنساني والديني والعملي السلام أمانة لأبويا وصديق حضرتك وحبيبك كما كنت تقول قلوا إن وحشني قوي وحضرتك كمان هتوحشني قوي إلى اللقاء يا أحباب يا وجعين قلبي إن لله وإن إليه رجعون الأستاذ عزة العليلي في زمة الله أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ عزة العليلي والكل من رحلوا عننا أما بالنسبة لتالت حد فجعنا بوفاته النهاردة هو المنتج الأردني الشهير عدنان العواملة اللي توفي عن عمر يناهز 73 سنة ونشر ابنه المنتج طلال العواملة نعي الولد على حسابه على الفيسبوك وكتب إن لله وإن إليه رجعون الله يرحمك يا أبا عدنان أحمد يعقوب العواملة في زمة الله رحمهم الله جميعا وألهم أهلهم الصبر والسنوان وما تنسوش لايك للفيديو تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله